موسيقى المحايد مع سعدون ضمد موسيقى موسيقى اهلا بكم اعزائي المشاهدين في المحايد موسيقى موسيقى عن بابل درة الحضارات ستكون حلقتنا اليوم عن المدينة التي يعرفها العالم كله ويذكرها في مناهج الدراسة والتعليم وتخصص لها كتب التاريخ بكل اللغات والثقافات فصولا للحديث عن منجزاتها المبهرة يكفينا القول انها مدينة بوابة عشتار والجناء المعلقة التي اعتبرت احدى اعجائب الدنيا في العمارة رغم اندثارها كأثر لكن في الحقيقة فان حديثنا اليوم ليس عن بابل الاسطورة المعمارية والفنية والمدنية بل عن بابل 2020 لكننا وجدنا صعوبة في تجاوز هذا الارث التاريخي المنير من دون الاشارة اليه ولو سريعا اذا كيف تعيش اليوم مدينة الجناء المعلقة؟ نعرف ان ابناءها لا يحلمون بان تبنى لهم جناء تشبه جناء اجدادهم فاحلامهم غدت ابسط من ذلك بكثير فاي ازمات وتحديات تعيش بابل اليوم كيف تحولت من سلة غذاء الى سلة حاجات اخرى اذا اعزائي المشاهدين محافظة بابل عظمة التاريخ وبؤس الواقع هو محور النقاش في المحايد هذا اليوم مع السيد حسن منديل محافظ بابل وسيد منصور البعيجي نائب عن محافظة بابل معي عبر الاقبار الصناعية ورحب اذا اعزائي المشاهدين بضيوفي الكرام وبكم وادعوكم وادعوهم لمتابعة هذا التقرير تعاني محافظة بابل اسوة بباقي المحافظات من سوء الخدمات وتلكء المشاريع الخدمية لغياب الادارة الناجحة والتخطيط السليم بسبب الصراعات السياسية واعتماد الشخص الحزبية بديلا عن الكفاءات المهنية والميدانية وفق متابعين فمنذ سنوات ومهد الحضارة البابلية مهملة وتعاني الخراب وشواخص المشاريع المتوقفة والمندثرة ابلغوا من الكلام فهذه المدينة الاثرية والحضارية التي وضعت على لائحة التراث العالمي لا تنتمي للعالم بشيء حسب مختصين كما ضعت معالمها التي ترتبط بذاكرة البابليين في زحمة الهمال والفساد الذي طال معظمها كما في نهر اليهودية الذي يعد من اجمل الانهار في المحافظة قبل عام 2003 وتحول الى مكب للنفايات كما يقول اهالي المنطقة كما تفتقد المحافظة للبنى التحتية لسيما مشاريع الصرف الصحي اما المدينة الاثرية التي كان مقرر لها ان تكون قبلة للسياح الاجانب فهي تفتقد لابسط مقاومات المواقع السياحية والقصر الرئاسي السابق الذي يحاذي نهر الفرات والمخطط له ان يكون متحفا كبيرا يعاني هو الاخر الاهمال من قبل دوائر السياحة والاثار والحكومة المحلية والسبب كالعادة الضائقة المالية وعدم وجود تخصيصات كما بدأت المحافظة تفقد مساحات واسعة من بساتينها نتيجة التجريف وبيع الاراضي لاغراض السكن فيما كشفت هيئة النزاهة عن مجموع المشاريع المتلكئة في محافظة بابل التي بلغت 262 مشروعا في مختلف القطاعات بكلفة وصلت الى نحو 756 مليار دينار 56 مشروعا منها لم تتجاوز نسبة الانجاز فيها واحدا في المئة واضح تقرير النزاهة ان الكلفة الاعلى للمشاريع المتلكئة كانت من نصيب البلديات وفي ظل الحديث عن الاتفاقية الصينية العراقية حددت المحافظة اربعة مشاريع استراتيجية لها الاولوية ضمن هذه الاتفاقية هي مشروع شارع مئة الحولي الذي يربط العاصمة بالمحافظات الجنوبية من دون المرور داخل مدينة الحلة ومشروع مجاري الحلة الكبير المرحلة الثانية ومشاريع شبكات الاقضية والنواحي ومشروع مدينة بابل الجديدة اهلا بكم عزائي المشاهدين سيادة المحافظة خلينا نبدي من الحضارة بس نبدي من اليونسكو او كون المنظمة الولية حددت شباط 2020 حتى المحافظة تنفذ الشروط حتى تندرج بابل بلاحة التراث لماذا لم تنفذ الشروط بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بموضوع بابل واعانتها لاحة التراث العالمي ومنظمة اليونسكو القرار اصلا تم اعادة بابل لاحة التراث العالمي وبدأت محافظة بابل بتنفيذ هذه الشروط وهذه الشروط كان هو بالمقدمة شرطية رفع التجاوزات رفع التجاوزات ورفع الجوانب العسكرية او الجهات العسكرية من المجمع الاثاري وايضا ترميم وصيانة بعض المناطق الاثارية وفعلا بدأنا العمل جاري لانه قد تكون مشاريع هو كان القرار لحد شباط 2020 يعني سنة الحالية بدايتها ازلنا كثير من تجاوزات كثير لو لا اغلبها زلناها ما عندنا بل رفعنا العسكر بشكل كامل والتجاوزات لا توجد لذين تجاوزات انبوب النفط اليمار تحت الاثار ابدا الخارطة النفطية لا تشير الى وجود اي انبوب نفط داخل المنطقة الاثارية بعيد عنها لا مباعد عنها في اطراف أنا متحدث مع المحافظة السابق ومع مدير عامل دائرة الاثار ايضا ليأكد انه كانت واحدة من المشاكل اليونسكو السادس سعدون الانابيب والقضايا النفطية التي تمر في المدينة الاثارية لا تمر على المدينة الاثارية بل ولا حتى تحت المدينة الاثارية هناك توسعة حصلت في المدينة الاثارية في زمن الثمانينات والتسعينات هذه التوسعة ادخلت الانبوب النفطي داخل اذن المحافظة اكملت كل الشروط لا توجد اي مشكلة لدينا في موضوع الاعادة سواء موضوع الاعمار لدينا مشكلة معاوزات تمالية السؤال الواضح اكملت كل الشروط اللي طلبتها اليونسكو باستناء الاعمار اذن ما كملتو نعم ممكن انه تكون تخرج بابل من لائحة التراث موضوع اخراجها كان موضوع يعني اعادتها الى لائحة التراث العالمية ليس متعلق فقط بالشروط المهمة كان اهمها شرط العسكرة وازالة التجاوزات وتم ازالة العسكرة وتم ازالة التجاوزات اما الوضع العمراني لدينا وضع مالي معين به ما يقارب ال56 مليار دينار عراقي مشاريع لمدينة بابل الاثارية تم احالة 60 الى 70 بالمئة منها وعلى ابواب ان تنفذ ان شاء الله قبل ما نبدأ بتغطية المحاور ايضا عندي سؤال كنت سألت محافظة الديوانية عن نسبة تعاطي شباب الديوانية للمخدرات وبقتها قال النسبة قريبة من 50 بالمئة جد نسبة التعاطي يعني قريب الى 30 بالمئة نسبة التعاطي والان ما وردني من المصادر يعني بهذا التقدير حقيقة 35-36 اتحدث بي اشعر بخجل ان اتحدث بمستوى شبابنا وابنائنا بهالمستويات هذا وبتركيبة مجتمعنا انه هناك نسبة عالية من التعاطي حتى لو مهما كانت بامانة اتحدث بخجل لانه نسبة تعاطي موجودة 35 نسبة عالية عالية الى ما تعزو ذلك اسباب كثيرة اسباب اقتصادية اجتماعية تفكه اسري اسباب عدم اهتمام الدولة بالجوانب الاخرى طيب عرفت او مو عرفت يعني لافت للنظر انه محافظة بابل حكمة على اثنين من محافظيها السابقين واحد حكمة عليه غيابيا واحد حكمة عليه حضورا واحد بالحبس المشدد يمكن واحد بالحبس المخفف تمام لقضايا تعلق بالفساد لكن تحدث المجتمع البابلي عن ما ان استلم المحافظة الجديد سيد حسن القريشي حتى تحدثوا عن ملف سيارات الاسعاف يعني اني تعقيب بسيط على كلامك سيد سعدون انه المحافظين وانا كان ودي اعاقب على التقرير الاول لانه التقرير اللي قدم حقيقة تقرير كان مقدم من زاوية واحدة وما اعرف اللي يقدمه يعني وين ساكن بالحلة بها مكان هموا كل شيء دقيق بتقريره وين مواضيع عدم الدقة يعني ما برز المشاريع اللي اشتغلناها ما برز الاعمال اللي قمنا بها احنا صار سنة سان بحكم المسئولية ما برز كم مدرسة احنا انشأنا ما برز كم طريق احنا انشأنا هالفتر سالاني ما اريد اني افتل عضلاتي واتحدث سيارة المحافظة بس اكون انصاف في هذا الموضوع مسئولية الاعلام النقد الاعلام المحافظة اعلام السلطات المحلية والسلطات الحكومية بصورة عامة الاعلام الاعلام يجب أن نكون هادف مو فقط ينتقد لا اطلاقا احنا من نتناقش على الاعلام الاعلام الهادف الى معاني المهم نعم فاني كان عندي في التحفظ على تقريركم وحتى على التعليق على التقرير نعم كل الشخصيات محترمة ومقدرة وجل الشخصيات اللي تولوا عناوين سياسية عناوين حكومية هما ينتبون لمؤسسات حزبية وفي كل محافظات مو بس في محافظة بابل بل بعضهم كانوا مستقلين في مؤسساتنا الحكومية وعلى رأس المحافظة كانوا مستقلين وهذا الحال واحد ما وصلنا بالحزب والمستقل هما باتجاه واحد هو احب بالمناسبة مو بصدد الكلام عن المحافظين السابقين يعني اوكي هم احكام قضائية صدرت والاحترام كامل للقضاء ولي قراراته انا اتحدث عن سيارات الاسعاف لماذا اثارها المجتمع البابلي يعني للأسف للأسف انه مجتمع يتعاطى مع معلومة فيسبوكية فيسبوكية اولا لا يجلدنا مشروع اسمه اسعافات اثنيا للأسف احنا بدأنا حتى نحكم على الانسان بوسائل التواصل الاجتماعي احنا مررنا بأزمة كنا نتمنى من الناس والمجتمع طبعا نتحدث عن الأزمة بشكل عام على الحكومتين الحكومة السيد الكاظمي والحكومة اللي سبقتها نعم مررنا بأزمة كانت تسمى أزمة كارونة إذا البعض يعني البعض قد يكون بعيد عنها ما يعرفها أصلا ما يدري بها ما يدري احنا كان يومية آلاف من الناس تموت عندنا مئات من الناس تموت عندنا البعض عذرا سأسعد البعض كنا نحتار وين نروح ندفن جثة الناس نهجم عليهم نريد ندفن شخص مصاب بالكارونة في مناطق منعزلة طيب أنا من يعني أكفر أنه سياقات قانونية بموضوع الشراء وموضوع التعاقد اليوم أي مؤسسة حكومية ترغب بالشراء تكتب إلى المحافظ طيب تبدي رغبتها بشراء إسعافات لاحظ حضرتك نعم وتبدي رغبتها بشراء أجهزة نعم بين حاجة هكذا يسمى في العرف الحكومي ودوائر الدولة نعم فأبدى الدائر صحة باب رغبتها بشراء إسعافات طبعا من يقدر أسعار إسعافات لدائر نفسها طيب دائرة صحة باب رغبتها اللي هي الدائرة المعنية بتحديد الأسعار وتحديد الكلف التخمينية فاشتريتم لو ما شتريتم أبدا ما شتريت نعم ما شتريت وإذن هو بالمناسبة الاعتماد على وهذا هذا ما لا علاقة بمحافظة باب رغبتها الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي لأن المعلومة شحيحة ولأن قانون حق الحصول على المعلومة للصحفي ما متاح وإلا كان الصحفي أو الإعلامي ما فطر لا لا متاح ما متاح ما قانون لا بالقانون جراء من المعلومات يجرم الحصول فقط أوضح لجنابك وبالتالي دائرة صحة باب الأبدت رغبتها لاحظ حضرتك وثير الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي مغالاة الموضوع بزيادة في الأسعار تعرف هذا الموضوع طبعا كلف تخمينية وقبل أن تنزل أسعارها لما أرسل إلى الشركة العامة للسيارات كان يفترض أن تتفاوض مع دائرة صحة بابل كل أعضاء اللجان بطلو الكل ما يوقعون لأن أخذ فدواهج بوسائل الإعلام ووهج طبيعي مباشرة إن هيئة النزاهة أجت تحقق يابا موضوع ما أكو موضوع لا شيء وبالتالي بالرغم من حاجة الدائرة الحقيقية والملحة إلى سيارة الصحاف انحرموا من وراء إعلام فيسبوكي لا وجودة له خلينا أنتقل للسيد النائب منصور البعاجي أرحب به مجددا من محافظة بابل وأبدي وياك أستاذ منصور من يعني يا ريت تدخلي مدخل عام من تقييم أداء المحافظين والسر باختصار والسر الكام من وراء أنه يكونون محافظي بابل أثنين من محافظي بابل ينحكمون وكيف تقيم أداء الحكومة الحالية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وتحية لضيفك وتحية لمشاهديك والأفاضل شكرا طبعا بالنسبة لكل المحافظين في محافظة بابل وكل المحافظات العراقية وخاصة المحافظات الوسط والجنوب كل المحافظين جاءوا وفق المحاصصة ومحافظة بابل حتى الموظف البسيط هي محاصصة ومحاصصة كل المحافظة بابل وأنا كنت لثلاث دورات عضو مجلس محافظة كانت المحافظة تقسم المحافظ للسين والنائب للسين والأصاد يعني كل مقسمة بالمحاصصة وسبب انهيار محافظة بابل هي المحاصصة المقيتة لكل الأحزاب اللي حكمت الآن ولا استثني أي حزب هذا واحد طبعا بالنسبة للمحافظين السابقين ماكو محافظة اللي يعمل يخطأ واكو أخطأ والقضاء حقه يحكم واحتمال المتهبري لثبوت دانته وقسم من حكمه يعني بالغياب فهذا موضوع يصير بكل العمل وكل المحافظات مو بس بمحافظة بابل تقييم محافظة بابل الرجل يعني صال لفترة قليلة ما أعتقد أقدر قيملا هناك ضغوطات ومظاهرات وكورونا فالرجل يعني حسب رأيه جيد يعني الآن هو خدمته ولكن ما يقدر يوصل خدمة صحية لمحافظة بابل وأنا راح أقل لك الأسباب منه يتحملها تتحملها الحكومة المركزية المتعاقبة من عام 2003 ولا حد الآن وأنا راح أقل لك ليش هاتتتحملها وتتحملها الأحزاب محافظة بابل محافظة من كوبا هي رقم واحد بالعراق كلها وتجي من بعدها الديوانية مادة 14 بالدستور العراق تقول كل عراقي سواسية بالحقوق والواجبات محافظة بابل عندما جاءت فتوة المرجعية الرشيدة بالـ 14 أول محافظة بالعراق لبت فتوة المرجعية وأول ناحية هي ناحية القاسم الطليعة اللي شكله فوج القاسم أدوا الواجب عليهم وانطوا دماء عندما الوطن طلب هؤلاء وطلب هالي محافظة بابل أول ناس لبوا فتوة المرجعية هاي بالحقوق الواجبات بالنسبة للحكومة العراقية محافظة بابل خامس محافظة بالعراق سيد العزيز المفروض لها وزارة من عام 2003 وزارات صار 17 سنة ما تاخذ وزارة ليش لان الحكومات التجي والاحزام مع الاسف الان الاحزاب راح تجي انتخابات راح تجي محاوة بابل يردون انتخابات ويردون اصوات اذا تسمح لي الادارات المحلية هناك مشكلة كبيرة تتحملها الحكومة المركزية لكن الادارات المحلية تتحمل يبدو حضرتك تفع المحولية اذا تسمح لي لا 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 مرفعнизولية كانوا ينتمون الى احزاب ساد سعدون حبيب بس انا محافظة بصفة تاخذ ثلاث وزارات نجف تربة لوزارتين ومحافظة باب موازنات استثمارية وعموال قائلة بس خلي حدثني حدثني عن مشروع المجاري ما علاقة الحكومة خلي كمل فكرتو انا حذك انا حذك انا حذك عن المجاري خلي كمل فكرتي ساة سعدون وان راح اجيك على المجار خلي كمل فكرتو رجان خلي كمل فكرتو رجان محاق عالوزير انا من الفين وسبعة كان وزير البلديات رياض غريب من كربلة اطل كربلة تسعمية مليار المجاري الحلة ميتين مليار المحافظة ما بها وزير تتأخر اربع سنوات الفين وتسعة عادل مهودر اطل للعمارة كان من محافظة العمارة اطلها تريليون وسووا مجاري العمارة الحلة ما بها وزير يطلونها ميتين مليار ميتين وخمسين مليار المنصير للمدارس للمستوصفات المنصير للمجاري الان مجاري نحن محافظة بابل يعني ستة بالمية لو كان اكو وزير تنخدم المحافظة انا اقول ليش ومع العلم هذا دائما انا احكي الحكومة المركزية والسيد مصطفى الكاظر خلت اسمح كلامي قلت له يا اخوان خلوا الية للوزارات قسموها الكثافة السكانية المحافظة بابل خامس محافظة ما اقول لها ما اصحق وزير ما اقول لها ما اصحق وزير الوزراء المقصرين بالمناسبة واني عندي سؤال يتعلق بالبنى التحتية وليش المشاريع المياه الصرف الصحي تقريبا باغلب محافظات الجنوب ما مدشنة مو كاملة وطبعا تعرف حضرتك سيادة النائب بانه لا يمكن اتمام البنى التحتية لأي محافظة اذا مشروع المي والمجاري ما كامل طيب اذا هي المشاكل تتحملها الوزارات ليش ما استجوبت الوزارات السادة العزيز انا ما اقول لك تحمل الوزارات مو تتحمل الوزارات تتحمل الحكومة ما انطت وزير البابل ما انطت وزير البابل ليش محافظة بابل خامس محافظة بالكذابة السكانية محافظة بابل ما بها كفاءات محافظة بابل منكوبة بسبب الحكومة المركزية انا جاي اقول لك مجاري المحافظات اللي اخذت وزارات انطت المحافظاتها الان تقلني وزير يشتغل اتحاد اقول لك لا الوزير يشتغل المحافظته لان ينتظر انتخابات العالم ويضطي مشاريع المحافظته موت له هادي عادي لو مخلين الهلية الحكومة مخلية الهلية الوزير ما يرشح. الرئيس الجمهورية ما يرشح كان يشتغل او صحيح. لكل المحافظات صارت في حن التحدية. ولكن انا مرشح من محافظة بابي ارح اشتغل المحافظتي. ما يشتغل بقية المحافظات. فمحافظة بابة تتحملها الحكومة والاحزاب لان حرموهم من وزير من عام 2003 حد الآن هذا واحد. التعليمات اللي بوزارتي الاسكان السادة العزيز. انا كنت عبدا ما اسم محافظتي. التعليمات بوزارتي الاسكان كانت مليارات موازنات انفجارية يقلك لا تبلط إلا تسوي مجاري زين أنا ما أبلط زين أطين فلوس أسوي مجاري يقلك ما أعد فلوس لا تبلط المراكز اضطرنا نبلط المناطق الريفية والريفية الآن عندنا خدمة محافظة دابل تسعين بالمئة المناطق الريفية مركز المحافظة والمراكز التي تقضيها والنواحي خمسة وثلاثين بالمئة خدمتها بالطرق مع العلم صار خمس طاع السنة يعني قول طرق متهرئة يبقى عشرين بالمئة خدمتها تتحملها تعليمات وزارة الأسكان ما خلونا نشتغل المبلط يقول لك إلا تسوي مجاري لا تكشير إلا تسوي مجاري أرجع لسيادة المحافظ رجاء وأرجع لك طبعا لا لا خلنا كملك محاور كثيرة إذا تسمح لي أطين بس راجع لك سيد النائب الكريم راجع لك بس خليني أكمل أوفي ويا سيد المحافظ سيادة المحافظ طبعا المحاور كثيرة سمعت بالتقرير موضوع التجاوز على نهر اليهودية نهر اليهودية بالإضافة إلى كونه نهر مهم وتحول الآن إلى عفو مكب نفايات ومياه آسنة حتى يعني تحدثت عن مواطنين من بابل يقولون المناطق المحيطة بيوت السكنية رخص عرهم بسبب الرواح المشكلة أنه نهر اليهودية نهر بابلي يعني نهر أثري يفترض أن يتحول إلى معلم سياحي تخيل حضرتك هذا النهر يعني مسوي البابليين فليش هذا الإهمال طبعا هذا النهر النهر اليهودية أنا يعني ابن المدينة ومن طفولتي كنت يعني أوقف على هذا النهر ويغذى من شط الحلة ومياه صالح للشرب ومعلومة اللي ما يعرفه هذا كان يسمى نهر اليهودية اللي يمر بحدائق الجمهورية حدائق كانت يعني جدا جميلة يمر فيها هذا النهر إلا أنه الكتافة السكانية التوسع السكاني الزيادة العددية سوء التقطير نعم هذا كلام تفق معك بي سوء ترتيب الأمور جعل هذا الحال التجاوزات على المناطق التجاوزات على أراضي البلدية وصل بينا الحال الموضوع نهر نعم الحل موجود لا لا عدنا الآن أكومياه آسده مكب نفايات العالم تعاني ليش ما تحلون المشكلة نعم الموضوع حلو تم إحالة مشروع تبطين نهر اليهودية إلى شركة ومن المؤمل يعني تم توقيع العقد ومن المؤمل إن شاء الله على أسبوع القادم تتم مباشرة شركة بتبطين مشروع اليهودية اللي يبتدأ من منطقة زوير القيم ويمر بالثورة وحي الكرام وحي الحسين إلى حدائق الجمهورية اللي هي معروفة بحي المشتل نعم وهذا رح يكون ألم أن أحيل أحيل إلى شركة شركة محلية شركة محلية شركة محلية شركة محلية 18 مليار دينار من يا تخصيصات تخصيصات عاصمة بابل بابل عاصمة العلاقة الحضارية ها يعني باقعة تكون فلوس نعم لحد الآن وقل لي حضرتك أنا ليش قلت لك أسبوعين ثلاثة تم الإحالة والتعاقد ننتظر فقط إشعار وزارة المالية بالتخصيص بالسيولة طيب ما دام هي شي خلينا نمر على مشروع المجالي مشروع الصرف الصحي ليش متلكة وشاني علاقتها بالوزارة وهل أن الجهة المنفذة هي إحدى وزارات الدولة يعني المشكلة حقيقة أنا اتعبت شخصيا من أتحدث عن مشروع المجاري وأني أتفق مع السيد النائب أستاذ مصور من يقول الوزارات مقصرة مع بابل تمام مقصرة مع بابل 100% ولها علاقة وطيدة 100% مشروع المجاري مشروع لو كان في محافظة بابل وصلاحيات محافظة بابل صلاحية حصرية كان حنا مثل ما حنا عشرات المشاريع من 31-12 إلى أحد هذه الفترة عشرات المشاريع حناها أنا اللي عقبت لحضرتك قلت لك أنه له التقرير المسلط الأضواء على المدارس الخمسين مدرسة اللي تم إنشاءها في غضون 6 أشهر في بابل أو مئات الكيلومترات بيش ما نتحدث عن مشاريع الهواء الماء كاملة أجل لحضرتك بيش نروح لك شم مدرسة أنا أطيك البيانات نروح في الطرق الحولية نروح في المستشفيات بسألني وحدة وحدة يعني بس لا تدمجي الأمور حتى المتابع والمشاهد تكون عندها البيانات حدث لك وحدة وحدة وأسني عليها وحدة وحدة وأجيبك مشروع المجالي مشروع المجالي مشروع من القرض البريطاني كلفة الكلية المرحلة الأولى 320 مليار دينار مليون دولار وبالتالي يجب يخرج عن صلاحيات المحافظة اللي هو صلاحيات تحت 250 مليون شكلت هيئة تنفيذية ما بين المحافظة والوزارة للتعاقد على هذا المشروع تم الإعلان عنه في محافظة بابل وتم تحليله في محافظة بابل وتم إكمال أوراقها وإرسالها إلى الوزارة وتم إحالتها أي وزارة؟ وزارة الإسكان والإعمار والإسكان يا سنة في الشهر 12 2019 نعم تم إحالتها إلى شركة مجموعة من الشركات اسمها مجموعة الاحتفاد مجموعة من الشركات بضمنها الشركة بريطانية اللي هو شرط القرض البريطاني وتم توقيع الإحالة من قبل الأخ سيد بنكين والأخ المحافظة السابق أكرار وتم توقيع العقد وعفونا الإحالة وتم إحالة الموضوع لأنه المبلغ أكثر من 320 300 عفونا 250 إلى مجلس وزراء صوت على هذا المشروع نعم بقرار رقم واحد لسنة 2019 ولكن تفاجأنا أن الموضوع راح وين راح؟ ما نعرف شون ما نعرف؟ القرار ماكو ألغي يعني صوت عليه في مجلس وزراء وألغي في مجلس وزراء؟ لم يلغى في مجلس وزراء ألغي من الأمانة أو تم التريث به من قبل أمانة وردنا كتاب من الأمانة للتريث الأمانة العامة للتريث للأمانة العامة للتريث بالشهر الواحد هاي السنة طيب مصلاحيات الأمين أنه يلغي قرار ما نعرف لأسباب ما نعرف ما نعرف يعني قيل هكذا التبرير أنه لأنه مشروع استراتيجي يرحل إلى الحكومة السابقة القادمة عفوا حكومة المحلية القادمة الحكومة المركزية القادمة لأنه مشروع استراتيجي فيجب ترحيله إلى الحكومة القادمة وردنا كتاب فيما بعد مضمون يعني تاريخ كتاب بالضبط 6-2-2020 طيب يقول بناء على الطلب المقدم من السيد رئيس اللجنة المالية الدكتور هيثم الجبوري نعم وهو عضل رئيس اللجنة المالية بخصوص مشروع مجالية تم السير بإجراءات المشروع طيب وعلما هذا الكتاب أخفي عنه بالصدف ولم يصل إلى محافظة بابل شنو نتحدث عن دولة لو عن كما تفسر الأمور تفاجأنا بقرار رقم 15 في الشهر 22 4-2020 من المجلس الوزاري للخدمات ينص على إلغاء المناقصة ويعادتها إلى وزارة البلديات للتسيق مع محافظة بابل طيب جلست مع دولة الرئيس مع السيد الرئيس الزراء الدكتور الكاظمي كأعضاء مجلس نواب نعم 17 نائب نعم وأنا ورئيس الجنمالية جلست معه وجلست معه وزيرة البلديات ولحد هذه اللحظة يعني لحد هذه اللحظة عرفت من السيدة وزيرة البلديات أنه تم رفع تقرير إلى مجلس الزراء للسير بهذه الإجراءات الآن طيب صورة عامة وله هو هذا الكلام السرد هذا أخذ من عندنا وقت هو سيادة المحافظ لكن سؤال هو 2019 أنتم حايلين المشروع طيب هذا أنا أتحدث عن المحافظة بصورة عامة هذا تأخر مو يمن الموضوع أبدا مو يمن الموضوع تتحمل الوزارة وتتحمل رئاس الوزراء لا 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 قبل 2019 يفترض المشاريع البجاري يفترض من 2006 2005 ليش بتأخرين ل2019 يعني سأل مرض حمار تحدث لك بيها ممكن جنابك أن تبحث عنها ورسأل عنها أسباب كثيرة أنا تحدث عن السيد النائب قال موضوع المحاصة وهذا إلي وذاك إلك واليوم المحافظة إلي والنائب إلك والرئيس المجلس طيب أنا راح أحيل هذا السؤال لسيد النائب بدوره لكن أنا أريد أيضا أسأل حضرتك عن أنه أنت تحدثت عن مشروع مشاريع جملة مشاريع الاستراتيجية موجودة هنا أنا عندي بالاستناد عذرا إلى الاتفاق الصيني منها مترو يعني لفت نظري مترو بين بابل أنا ما تحدث عن مترو ما جبت لك تالى مترو أنا كان كان ودي أجاوبك على لا 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 أنت في في تصريح صحفي اي اي متحدث عن مترو ما بين بابل وكربلا سؤالي مو هذا يعني سؤالي مو هذا أنت قايل ضمن المشروع الصين ضمن الاتفاقية الصينية نعم سؤالي كنت حضرتك بالوفد أبدا طيب شون عرفت بأنه أكو مشاريع لأن هي اتفاقية الصينية لحد الآن محد يعرف أسرارها طل اسم صراحة الاتفاقية الصينية كيف عرفت أن هناك تخصيصات تكفي لبناء هذا المترو ما بين بابل وكربلا وصرحت بي حضرتك احنا أنا ما صرحت بي وإنما طلب مننا من رئاس الوزراء طلب مننا أرسال مشاريع الاستراتيجية المهمة اللي ممكن أن نحتاجها احنا في محافظة بابل موضوع المترو موضوع القطار كما تسميه بحسب الأحوال أيام الأربعينية نعيش أزمة خانقة 25 مليون زائر يمر في بابل فيقترحنا أن يكون هناك مترو بين محافظة بابل والمحافظات الأخرى النجف وكربلا أو المحافظات الأخرى يعني يخترق بابل هذا ضمن مقترحاتنا مثل ما اقترحنا جسور مثل ما اقترحنا شارع مية اللي هو مشروع وزاري شارع مية حتى يكون معلومة لجنابك مشروع وزاري وكان ودي أنا أعطيك البيانات اللي هنا على المشاريع المتلكئة المتوقفة اللي قلت لي أنا اليوم كنت اجتماع مع اللجنة المركزية الأخوة في اللجنة المركزية إحنا عدنا مشاريع متوقفة من عام 2014 بسبب الأزمة المالية نعم وعدناها بفضل الله سبحانه على هذه الفترة عدنا ما يقارب الـ 50% من هذه المشاريع إلى الخدمة وفرناها لتخصيص وما زلنا نتحمل 476 مليار قيمة المشاريع المتلكئة وبدأنا نعد ملاحق عقود ونعيد المشاريع إلى الحياة واتباعا طيب لكن حضرتك يعني قايل بأنه ديوان المحافظة حدد أربع مشاريع استراتيجية ومهمة لتكون لها الأولوية ضمن الاتفاق الصيني نعم يعني هي إذن مو كأنه يعني ليش لما قرأت الخبر ولأنني عندي معلومة بأنه الاتفاق الصيني طلب مننا بكتاب رسمي إذن هذا الموضوع نعم سيد النائب بقاء سيادة النائب وحضرتك تحدثت عن موضوع الوزارات وهنا سيادة المحافظة أيضا أكد الموضوع أريد أرجع لموضوع الماء والمجاري حقيقة لأهميته لأنه بدون ماء ومجاري وهذه ملاحظة يعني كل المحافظات التي الآن التقيت بمحافظيها يتحدثون عن أنه تلكء في مشاريع الماء والمجاري كأنه القضية مقصودة لماذا في المحافظات الجنوبية لا تكتم المشاريع الماء والمجاري وكيف يمكن لمحافظة أنه تبني بنيتها تحت طرق جسور مستشفيات كهرباء شلون تسويها شلون تمدي الكهرباء إذا الماء والمجاري ماكو طيب ليش الماء والمجاري لمحافظة بابل حد 2019 يلا بلشت المحافظة بي فضل استاذ العزيز أنت سألت السيد محافظة بابل ليش بدأت بال2019 مجاري أنا قلت لك أقدم عظم محافظة من 2005 ولا حد الآن ثلاث دورات عظم محافظة والآن دورتين عظه برلمان نعم ما انطونا تخصيصات بالسنوات السابقة الآن هذا قرض بريطاني مو من تخصيصات الوزارة قرض بريطاني وإحنا بنسبة مجلس النواب إلى 2019 يعني درجنا 100 مليون دولار من القرض البريطاني لمجاري بابل ومجاري بابل صار لها سنة وشهر انحالت وصادقها مجلس الوزراء وإجت للأمانة العامة ووقفوها وتريث ورجعت للوزارة ومن الوزارة للوزارة والآن نايمة لو كانت مجلس الوزراء أو لأمانة العامة المجلس الوزراء عندهم شكوك أو أكو شبهات فساد يا أخي خلي يشكلوا اللجنة المفروض ورا شهر يشكلوا اللجنة تحقيقية يحققون هل فعلا كو فساد أو خطأ فني هم المفروض يشكلون لجنة ورا شهر ورا شهرين تشكل لجنة من مجلس الوزراء من الأمانة العامة تتأكد وجودك في مجلس المحافظة ربما لأكثر من دورة ليش سكتوا طبعا العفو العفو حضرتك أنا أستغرب ليش تقول ماكو تخصيصات يعني طبعا ما معقولة يعني معقولة ما مطيكم تخصيصات نعم أنا جاي يقول لك لا 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 مثل قلت لك بالالفين وسبعة بالالفين وسبعة رياض غريب كان وزير البلديات انطل كربلة تسعمية مليار الحلة ميتين مليار ميتين مليار ما تسوي مجار وزعناها مدارس وطرق ومستوصفات وأمور احتياجات المحافظة ما تكفي وراها بالالفين وتسعة صار عادل مهودر السيد عادل مهودر وزير البلديات انطل اليوم للعمارة من محافظته سوه مجاربه الطونة ثلاثمية مليار ايضا توزعت المحافظة جاءت الزائد الآن مليونين ما تكفي المبالن طيب ليش سيب عادل الآن عبنة تريليون ما المغزى سيادة النائب ما المغزى في انه السيد عادل مهودر يفرق بين ميسان وبين بابل قانش قلت لك ساد سعدون قلت لك المحافظة المحافظة الما بيها وزير المحافظة الما بيها وزير تتأخر اربع سنوات لكل دورة يزيدها فقر وحرمان والآن محافظة بابل تتحملها الحكومة المركزية من بدأت لحد الآن والاحزاب اللي دائما تجي بالانتخابات البابل وميطون حقيبة وزارية الوحيدة محافظة بابل بالعراق لحد الان ما مغز حقيبة وزارية لان ما عدنا ممثل المجلس الوزراء ساد سعدون ما عدنا ممثل المجلس الوزراء حتى ينقو صوت معانات محافظة بابل بالنسبة لبالر مجاري بابل اللي صارت الفين وثمانة عشر والفين وتسعة عشر واللي اهدرت ساد سعدون ساد سعدون حبيبي بس خلى كمل كلام وانت جاهد قاطعني ادى كمل فكرتي اكمل فكرتي ما المجاري المجاري رصدنا لهم ميت مليون دولار بالموازنة مات سعة عشر وقفوها بسبب تجاذبات سياسية لانهاي الاحزاب كل احدى رجال اقتصادية اي مشروع غرض غيره اللي ياخذوا النسبة على انتهي اتأخر الان بالوزراء انا ما ندري والراح لا شكلت لجنة تحقيقية ولا امور ولا اي جهة والحد الان احنا ما ندري سوينا وفد الرئيس الوزراء وانطانا كلام وعدنا خيرا قال بس سووا كتاب للمالية للسفير البريطاني هل القرض مستمر حتى نستمر بالمجاري سوينا كتاب قال القرض مستمر المحافظة بابل ووعدنا وصار اربعة شب لحد الان المجاري ما محيوله المحافظة بدون مجاري اعتقد اي خدمات ما توصلها واحنا بسبب المجاري انحرمت الاف الطرق المركز المحافظة وايضا يلقضيه النواحة بسبب المجاري لان الا تسوي مجاري يا له تقدر تبلغ داخل مدهب هاي تعليمات المجاري والوقت يداهمني سيادة النائب اريد باختصار اتعلق لي على موضوع نفوق الاسماك حتى بعدين ااخد تعليق من سيادة المحافظة عليه هل حققتم بالموضوع وهي عملية اضرت بالكثير المحافظات وكان ضررها اكثر في محافظة بابل لكثرة بحيرات الاسماك وتكرر الموضوع 2018 و2019 ماذا كانت نتائج تحقيقها نعم نعم اكل جاء الان مشكلة ايضا جديدة من اللجنة الزراعية مجلس النواب وكذلك من القانون ومن النزاهة واعضاء ايضا من الحكومة الاتحادية والاقتصادية ولحد الان ما انطت توصياتها وهذه التوصيات تقدم الى سيد رئيس الوزراء لحد الان ما قدمين توصياتهم طيب ماذا ماذا ايضا يلقي مسؤولية عليكم يعني هاي اموال ناس وشلون ينمو الاستثمار اذا يتعرض الى الاهمال اذا يعني الاضرار اللي يتحقيق بي بعد ما احد يجرع على الاستثمار خليني يعني ارجع للتفاصيل هذا المواضع لكن عزائي المشاهدين بعد ان نستمع الى استطلاع كان فريق البرنامج قد اعدهم من محافظة بابل نأخذ الاستطلاع بعد هذا الفاصل القصير دور محافظة بابل ماكو خدمات معدومة الامطار هاي اول مطرة شوارع كلها فاضت وما عدنا خدمات سحب المياه ماكو مشروع هذا مجاري بابل يعني تقريبا اكثر من خمس مرات يتحرك هذا المشروع ويرجع يوقع استجابة الحكومة المحلية ضعيفة يعني مو ذيك القوة اللي تحس انه اكو تغيير ملموس حد الان ماكو اي تغيير ملموس سواء من النائب او من الجهات الحكومة الاتحادية من الفين وثلاثة ايجي نائب ويجي محافظ ورا محافظ ورا محافظ ما صار شي تغيير ملموس خصوصا والمشكلة شنو المشكلة المواطني ظل يناشد ويناشد وماكو نتيجة تيجي لي الكهرباء ككهرباء هي كهرباء ماكو احنا هسا بالشتاء كنا نقول بالصيف والصيف جو حار وحرارة الجو اتقل عندنا صير عطلات وصير عندنا تلكاءات بالشبكة اما الآن شتاء كهرباء يعني يغسر يدك اذا ما مطرت شوية انطفت الكهرباء كلها اذا صارت حارة دينية انطفت الكهرباء كلها الشبكة كلها تعبانة يعني اقول لك يعني من هاي المنطقة من الـ 75 وناشد كل واحد مسؤول شريف يلتفت لهذا الشعب اهلا بكم عزيزي المشاهدين سيادة المحافظة اريد طبعا تعليق مختصر على الاستطلاع حتى نرجع الموضوع عن فوق الاسمك طبعا كل ما اطرح صحيح يعني انا ايضا مواطن من ادناء محافظة بابل وما كان طموحنا هذا وما كان سقف طموحاتنا النقف بهذا المستوى كنا نتوقع انه يكون الخدمات بمستوى اعلى ولكن الخلل انا يقول لي حضرتك مو بس بالمحافظين الخلل بالمنظومة الخلل بالتداول في عملية تبادل السلطة الخلل في تركيبة شون الخلل بالتداول كثير الان اللي تحدث عليه السيد النائب موضوع انه اقبل اقبل مرشحك مهما يكون على علاته بالمناسبة هناك كلام عن آلية وصولك للمحافظة لانه حضرتك اسأل من حقك اسأل مسموح لك شيء موت حسن لا انا رجال نائب محافظ ثاني نعم وهذا هذا ايضا يلقي عليك مسؤولية كذلك يعني اكبر باعتبار حضرتك بالسلطة التنفيذية من زمان لكن يقولون لانه انت كنت بديل لنائب المحافظ اللي اللي كان سابق موجود وهذا رفعت علي قضية وانكسبت القضية فكان منصبة غير قانوني فحضرتك كنت شاغل منصب غير قانوني وبعد هذا المنصب غير القانوني انت صرت محافظ اولا انا كنت نائب محافظ في فترة المحافظ علي وضع قانون معين نعم نائب المحافظ قدم استقاله ليش قدم استقاله يعني رفعت علي قضية ما اسهل هذا الموضوع ما لا علاقه بيه مش شغلي لا بس هو صحيح يعني صحيح لو لم صحيح رفعت علي قضية الاولا استاذ ساعدوني انا رجل قانون يعني ما اقول الحكم صحيح لو لم صحيح رفعت علي قضية كسبت القضية الاولا كسبت طيب اذا هو منصبة غير شرعي طبع واذا انت كنت شاغل منصب غير شرعي لا لا ابدا انا نائب محافظ ثاني انا مول الاخ الاول انا نائب محافظ ثاني طيب وتعرض جنابك المادة واحد ثلاثين اشارت الى المحافظ ونائبي حتى مسميات الاول والثاني كانت مسميات ثانوية يعني مجرد للعرف هكذا وبالتالي لما يكون المحافظ ما موجود نائب اول ما موجود النائب الثاني هو يمارس صراحية المحافظ وتم تكليف ما كنت حضرتك النائب الاول لا لا تكليف سيد رايش زراء وهكذا للنائب الثاني النائب الثاني نعم وماكو محافظة ما بيها لا 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 محافظ ولا ايش ووضع يعني محافظة متاحة للجميع طيب ما دام جبنا طال المحافظة وسألنا السؤال هناك غمز بخصوص الصلاحيات اللي منطيها سيد محافظ بابل لنائبه الاول صلاحيات واسعة يقولون يعني انا ارى هكذا انه موضوع انك كفريق مع النائب والمعاونين تكميلي يعني دائما بطبع المحافظة هو عنده ادوات يعمل بيها النائب يعمل بيه والمعاونين يعمل بيهم ومدراء دوائر يعمل بيهم قدر ما تكون واسع قدر ما تكون مفيدة ولكن البعض يرى انه هذو صلاحيات قصيرة قليلة يقولون هي مجاملة لدورة القانون لان المنصب اساسا اليه لا لا ابدا ابدا لاخ النائب كنا اان وياتين النواب سويا وعدنا انسجام بالعمل طيب سيد محافظة رجعلي الموضوع لنفوق الاسماك نفوق الاسماك ليش التحقيق يعني ما انا ما رح اتحدث لك عن التحقيق اللي يتحدث عليه سيد نائب احنا في محافظة بابل عدينا تحقيق وتحقيق اه فني وعلمي من قبل اه اه البيطرة ومع جامعة بابل ايضا ولجان متخصة واتبت انه هو نفوق بسبب فيروس اصحاب الاسماك وبالتالي اه 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 الجميع الضرر مو بس محافظة فيروس فيروس سيدة محافظة جديد هكذا ما اعرف ما اعرف فيروس تم تحليله بالمختبرات وتم الوصول له انه هو فيروس حقيقيا بل اقول لي حضرتك الان ابلغون ان نتعرض بالايام القادم ايضا الى لعله موجة من من فوق الاسماك بسبب نفس الفيروس بسبب نفس الفيروس انا اريد اربط الموضوع بايضا في الحلقة سابقة تحدث احد الضيوف عن موضوع المنافذ الحدودية غير مسيطرة عليها اللي يتم عبرها اه تهريب اه يعني اه يعني فصائل من الاسماك وغيرها اه قال بانه تحمل امراض غير معروفة بالعراق وغير مسيطرة عليها واشار بوقتها يمكن لظاهرة نفوق الاسماك هل اه اللجنة اللي عديتها يعني بامانة تعرف بابل هي المحافظة المتصدرة للاسماك نعم في العراق نعم محافظة الاولى قبل كل المحافظات وبالتالي يعني بحثنا اكثر من يعني احنا نصدر قد تكون الاصبعيات اللي نجيبها نجيبها من اماكن اخرى او نستوردها ولكن المحافظة الاكثر في تصدير الثروة السماكية للمحافظات الاخرى هي بابل وبالتالي ما ثبت عندنا اي اه اي سبب اخر اي هو قصدي لا قصدي هاي الفصيلة من الفيروس ربما تكون جاي من بره لانه يفترض اكو عندنا لقاحات واكو عندنا ادوية الموت الموت بهال 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 كل شيء كل شيء وارد ولكن ما ثبت انه هو فيروس فيروس من الداخل مصدر انه دخلنا خفية دخلنا بالمعلومة منعرف طيب اكو احصائية سيادة المحافظة عن عدد الاسماك اللي نفقت الخسائر اللي تعرض لها الاسحاب يعني حقيقة يعني الاف الاطنان ولكن كحصائية دقيقة ما امتلكها بس احنا في محافظة بابل بناء على التعليمات الاسل وزراء سيرنا معاملات لكل المتضررين وجردنا مقدار ضررهم ولغراض تعويضهم ما اكو تقدير للمقدار الضرر حقيقة ما ما امتلك المبالغ الكلية وين وصلت الاجراءات الروفعت الى وزارة الزراعة باحتبار وزارة الزراعة هي المعنية وبناء على تكليف رأسة وزراء تقدير هذه المبالغ لم يردنا شيء يعني اكيد اذا كان تعويض يرسل بطلب الاصحاب المحيرات طيب قبل ما اروح لسيادة النائب عند هذه المواضيع اريد اخذ يعني امر مرور سريع ويا حضرتك عند انخفاض الانتاج الزراعي بعموم المحافظة نسعة اربعين بالمية عن سنة الفين وثلاثة وان سبب هذا التدني هو تجاوز محافظتي الديوانية والمثنة على الحصة المائية تمام بالاسف كانت محافظة بابل حصتها اعلى من الحالية الان لاسباب كثيرة واقول لي حضرتك بامانة لتدخل لتدخل بعض السياسيين انا ذاك وبعض اعضاء مجلس نواب في الدورات السابقة والضغط على السيد وزير الموارد المائية في وقتها ادى الى انخفاض منسوب محافظة بابل من المياه اه بنسبة خلال انه لحصت قليلة من وزارة الموارد المائية لان اكو تجاوز انا اكو تجاوز طيب ما حاولتوا يا المحافظات المتجاوزة حاولنا مع السيد الوزير لا الموضوع بالمصدر بمصدر التجهيز بابل كنت جهز خمسة واربعين مارت جهز خمسين بينما المحافظات الاخرى ارتفعت نسبة يعني شنو نتيجة مجاملات لو نتيجة ضغوط لو نتيجة لا اكيد مجاملات اتحول بهذا الموضوع الى السيد النائب اذا نعدي سيادة النائب عندي اتلث تعليقات الاول يتعلق بالاستبيان او التعليقات اللي فضلوا بها المواطنين وهي بالتأكيد تعليقات موجهة الى الحكومة المحلية والى نواب بابل نواب المواطنين في بابل وايضا الى اه الحصص المائية والتجاوز على الحصص المائية باعتبار ايضا هذا يحيلنا على المحاصصة وعلى مجاملات اللي تحدث بين الوزراء وبين المحافظات السادس سعدون بس عدي مداءة ومشاطرة وتعقيب على كلام سيد المحافظة بالنسبة لنفوق الاسماك انا اعتقد بفعل فاعل لان معظم البحيرات قسم انصابت وقسم ما انصابت اما فيروس فما اعتقد احنا بلال 2016 صدرنا قانون المجلس النواب منعنا كل الاسماك المبردة والمجمدة والحية عدم دخوله بكل المنافذ الحدودية والدجاج الحي ايضا والمجمد ما عدا المقطعات فما اعتقد اي سمج يدخل فما اعتقد فيروس اعتقد بفعل الفاعل هذا طبعا سيادة النواب اعتقد هو تسعين بالمية قبل ما تجاوز حضرتك الفاعل يتوقع او ينتظر من النائب في البرلمان انه يكون الفعل الفاعل محدد عنده حتى يصرح اما انه فعل فاعل هو اللجان تخمين اللجان عندنا اللجان عندنا ان شاء الله ان شاء الله راح توصل نتاجه واني انا هذا طبعا هذا رأي وراح توصل اللجان ان شاء الله هذا الموضوع يعني عندك مؤشرات اكو بحينا انصابت اكو بحينا انصابت واللي بصفها ما انصابت والغاد عدمات فاكو غير امور بها اما الموضوع نعم يعني قصد عندك مؤشرات اكو مؤشرات هو اكو معلومات بسيطة واللجان تحقيقية مستمرة طيب مستمرة الان التحقيق مستمر بالنسبة انه عندنا موثلين باللجانة الزراعة اه مع اللجنة والوزارة والبيطرة اه طيب اما الموضوع الثاني سيد سعدون الاستطلاع كل الحكومات كل الحكومات السابقة والحالية والقبلها مقصرة ويه اهالي بابل بالخدمات ويصال خدمات لان محافظة بابل هي محرومة من المركزية وليس من المحلية لان كل المبالغ كلها من الاتحادية بابل منسية من كل الحكومات المركزية من الفين وثلاثة والحد الان وكنا مقصرين بحق محافظة بابل سواء نواب سواء اعظام محافظة سابقين سوى محافظين ما وصلنا للشيء اللي نرضي بيئة هالي بابل واعتقد حتى ساد حسن ما رح يوصل حتى العشرين بالمئة يرضون هالي بابل لان اكو تقصير من الحكومة الاتحادية بحق محافظة بابل والدليل على ذلك مجاري بابل صار لها سنة او شهر نايمة هناك ما حد يدر بيها يعني حكومة ما تدر بيها وقرض بريطاني قرض بريطاني مو من المبالغ تنمية الاقاليم يعني ولحد الان نايم ومع العلم احنا سبع طعش نايم سوين وفديا الرئيس الزراء والمحافظة ويانا واهالي بابل نادون واللجنة الحكومة السابقة حكومة سيد عادل عبد المهدي او عاد اهالي بابل ولحد الان فيعتقد اقوهمان من الحكومة الاتحادية بحق اهالي بابل مع العلم اهالي بابل عدم كفاءات وعدم نخب وعدم انا احترم واكبر ترحيل يعني عتبك على الوزراء وعلى الحكومة المركزية اكبر هذا الانت تدافع عن ابناء محافظتك لكن ترحيل المشاكل وغض النظر عن مشاكل المحافظة والادارات مو انتم عندكم محافظين محكوم عليهم يعني يعني اه القي النظر شوي على المشاكل داخل المحافظة اكو 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 تلكو اكو مشاكل المحافظة عن지 حضرت اقول لك عنها منكوبة طيب ما منكوبة بسبب الحكومة المركزيةильين ما معقولة? السادة العزيز اه محافظة محافظة يطهم السادة العزيز محافظة يطهم ثلاثمائة مليار وما حافظة يطهمba marriages مليار. محافظة بصفقة تريليون. محافظة يطوها ميتين حلة. ايه ليه شنو التوزيع كلماني بكيف لو عالكثافة السكانية. فالمفروض يعني عدانة ما اقب الحكومة الاتحادية. ليه اجد ان محافظة بابل ما لها كل حقيقة وزارة ولا مدير عام ولا اي شخصية محافظة بابل. وتتحملها الاحزاب بسبب المحاصصة. محافظة بابل محاصصة من الفين وثلاثة ولا حد الان. اكثر مرات المحافظة يؤمرون حزبة. يعني يشتغل بامر حزبة. ما يشتغل بامر اهانة بابل ولا يشتغل بامر مجلس نواب. كل المحافظين ولا استفني اي محافظة. نعم. ولا استفني نائب. كل محاصصة. فالمحاصصة خلقة فساد. الفساد موجود بالحلة تسعين بالمية. ثمانين بالمية الفساد موجود. مشاريع متلكئة. طيب سيد. عذرا 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 بقت عندي دقيقة وحدة. اريد اخذ يعني عندي سؤال قصيرات ويا سيد المحافظة الاول اثناء اتصالاتي بمواطنين من باب الاستطلاع اراءهم بصراحة. احدهم ذكر لي مشكلة. تتعلق بدخول المشروبات الروحية الى المحافظة للاستخدام الشخصي يقول. ليش يلزمونا بالسيطرة? احنا ما مخالفين القانون. ليش يلزمونا بالسيطرة? وبعضهم يتعرضون الى عقوبات. مخالفين القانون هم? طبعا اه تدي جنابك يعني عندنا احنا المعروف المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لا لا سيدة المحافظة. هذا انفاذ القانون. ولكن دعني دعني اكمل. نعم. دعني اكمل سيد ساعدون انت من حقك ان 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 تبرز المشكلة ومن حقي ان اجيب. طيب. حضرتك. يعني اه حقيقة الاستخدام الشخصي لا يحاسب عليه القانون. ولكن الموضوع اي استخدام في الاماكن العامة. لا لا بس يا رو هو داخل السيطرة. بعد ما مستخدم. ساني ما 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 وردتني هالمشكلة. ولكن قد يكون استخدام في اماكن وبطريقة. لا لا لا. تخالف النظام العامة. سؤالي ما هذا. سؤالي ما هذا. تحديدا هل يجوز للسيطرات ان تحاسب شخص جايب اه مشروبات روحية تكفي لشخص واحد. يعني من يقول هيها بس مشروبات روحية. من يقول. لا لا بس مشروبات روحية. لا صدقني وتحدثوا لي عن شخصية اه من بابي ليقولون معروفة وتعرضت لعقوبة يمكن كم شهر لانه يعني آآ العافوشاي القنينة او قني مثيل. يعني انا اطلعت على كذا. هذو المواطنين هم حقهم يعني. بس احنا بس احنا نحاسب انحاسب العجلات الكبيرة لا 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 هذا لا لا هذا ما هذا سؤالي. خلنا انتقلوا اياك الأختم آآ بز حسب تقرير هيئة نزاهة عام الفين وهو تاعتبر عش كان عدد المشاريع المتلكئة curse. م vi32 بكل واحد سبعمية وخمسين مليار. يا سنة 2018 وتقرير في تموز 2019 زاهة أن أكثر من 527 مليار صرفت على مشاريع متلكة عدنا 527 مليار و750 مليار يا رقم الدقيق وليش هذا الاختلاف؟ أولاً لجنابك أقول هذه المشاريع سنوياً كان لمحافظة بابل 475 مليار دينار الموازنة السنوية طبعاً هذه الموازنة السنوية حقيقة ما تجيب بشكل كامل البعض هناك ميزتي أنا أتمنى كني أعرفها المشاهد والبعض من الأخوة المحقين يعتقد أنه لما يخص 475 مليار كلها تجي لا مشروع قيمته على سبيل المثال 10 مليار طيب تخصيصه السنوي كل ما يوصل إلا 400 مليون تخصيصه السنوي لما يتلك يحسب علي النزاهة تحسب 9 مليار و 600 مليون دينار مبالغ مهدورة هذه ما مصروفها هذا تخصيص السنوي أنا عموماً وصلت الختام للحلقة كنت أريد أي الرقمين أصح إذن لكن أعزائي المشاهدين وصلت إلى نهاية حلقة اليوم وأشكر ضيوفي الكرام السيد حسن منديل القريشي محافظ بابل وأسيد منصور البعيجي نائب عن محافظة بابل كان معي عبر الأقمر الصناعية من محافظة بابل أشكركم أعزائي المشاهدين أيضاً للمتابعة وأدعوكم إلى تشريفنا بمتابعة الحلقات المقبلة من برنامج المحايد شكراً لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة